وبالحضور الكامل وأيضاً بطولة 23 سنة منتخبنا الأولمبي اللي نجحت برضو على مستوى حضور الجماهير من هنا برامج لاشر أتمنى إن شاء الله يكون ملعبنا بعد كده كلها كاملة العبد عايز أروح لأيضاً لخبر سعيد ومفرح لكل العائلة الأهلوية هو أوضح حجر الأساس في فرع تجمع الخامس نادي الأهلي ما شاء الله بيكتب ويسطر حاضر ومستقبل جديد نادي الأهلي فرع الجزيرة النادي الأهلي فرع مدينة نصر النادي الأهلي فرع الشيخ زايد وأيضاً في شهور قليلة النادي الأهلي فرع التجمع الخامس وفي أيام قليلة فرع النادي الأهلي في اللقصر عشان تحصلوا وتجيبوا النادي الأهلي محتاجين سنين وكروم كتيرة جداً عشان تقدروا تحصلوا النادي الأهلي النهاردة كان النادي الأهلي بيضع حجر الأساس في التجمع الخامس طبعا بحضور رئيس الهيئة الهندسية القوات المسلحة سيادة اللواء أركان حرب إهاب الفار وأيضا بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وحضور كابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي شيء بنفتخر به كلنا كأهلوية لابا بنشوف النادي الأهلي والبنية التحتية للنادي الأهلي وبنشوف النادي الأهلي ما شاء الله بيكتب تاريخ جديد وحاضر جديد شيء رأي لما تلاقي الكابتن محمود الخطيب بيتكلم بنقول كلنا عائلة الأهلي كلنا عائلة الأهلي بابا بنسيبش الفضل لمجلس واحد بس اتكلم عن النادي الأهلي مدينة نصر وقال الفريق مرتجي هو أول واحد في صاحب الفكرة واشترى الأرض جي بعده الكابتن عبده صالح الوحش وبدأ العمل وبدأ البناء جي الكابتن صالح سليم وكمل فرع مدينة نصر فرع الشيخ زايد كانت فكرة الراحل العظيم الكابتن صالح سليم وبعدها كمل الكابتن حسن حمدي وابتدأ العمل في فرع الشيخ زايد ببناء مبنى اجتماعي والصور وملاعب وجي بعدين مهندس محمود طاهر وكمل فرع الشيخ زايد أيضا فرع التجمع والخامس كانت فكرة المهندس محمود طاهر وبعدها كابتن محمود الخطيب ومجلسه كان فيه عيوب شوية في الأرض عشان النادي الأهلي يبتدأ العمل عليها كان محتاج فلوس كتير عشان الأرض كان فيها بعض العيوب النادي الأهلي ومجلس الإدارة وكابتن محمود الخطيب قاعدوا مع زارة الإسكان وغيروا الأرض واختاروا أرض أفضل ومناسبة لفرع التجمع الخامس وان شاء الله في خلال شهور قليلة يكون موجود العمل وتكون موجودة المرحلة الأولى في فرع التجمع الخامس النهاردة إذن العمل أو الإنجاز لا ينسب لفرد ولا مجلس هي دي عائلة النادي الأهلي لما نشوف كابتن محمود الخطيب بيتكلم عن المجالس الإدارات السابقة بيتكلم عن عائلة الأهلي هو ده المفهوم ده المفهوم اللي بيتورسه الأجيال زي ما بنقول في البطولات في الكرة بنقول أجيال بتكمل بعض أيضا في مجالس الإدارات مجالس بتكمل بعض علشان نشوف النادي الأهلي اللي ابتدى بقطعة أرض صغيرة جدا بعد كده ما شاء الله عندك النادي الأهلي الجزيرة مدير النصر الشيخ زايد في خلال شهور قليلة هيكون التجمع الخامس وفي خلال أيام قليلة أيضا فرع الأكسر فده شيء أكيد كلنا بنفتخر به كأهلوية زي ما احنا شفنا النهاردة تم وضع حجر الأساس كل التوفيق إن شاء الله يعني لعائلة النادي الأهلي ومجلس الإدارة ودايما النادي الأهلي غير نروح بقى نبتدي مع بعض أول أخبار أو أول فكرات برنامج الأشبال ونبتديها